أهلا بكل من انضم إلينا في غرفة الأخبار على ميجان تيفين نشرتنا الإخبارية المفصلة نستهلها بالعناوين الحوز يضمد جراحه بفضل انتشار لوجستي كبير لوحدات التدخل المنتشرة من قبل القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكية حملة تضامن واسعة من الصحراء المغربية مع ضحايا زلزال الحوز وموجة تضامن واسعة انخرطت فيها فئات مختلفة من المجتمع المغربي من أجل المساعدة في التخفيف من أثار الزلزال وقبل التفصيل في العناوين نستهل نشرتنا بهذا الخبر حيث قام العهد المغربي الملك محمد السادس بعد ظهر اليوم بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وتفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة ثامن شتنبر وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة وقام الملك بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبئة وقد تم استقبال حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة فيما لا زال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج بهذه المناسبة تفضل الملك محمد السادس فتبرع بالدم وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن ملك البلاد الكامل وعطفه على الضحايا والعائلة المكلومة وفي حصيلة محينة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الوفيات جراء الهزة الأرضية تجاوز بألفين أو ارتفع إلى ألفين وتسعمائة وحالة وفاة واحدة فيما وصل عدد الجرح إلى خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثين جريحا وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات في إقليم الحوز ارتفع إلى ألف وستمائة وثلاثة واربعين حالة وفاة في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية أحياء المد والتضامني الأصيل الذي طفى على السطح مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أحياء الأمل لدى الساكنة المتدررة والتي هرعت نحوها فرق الإراثة وفي الوقت نفسه وسائل لوجستية ضخمة ولم يخفي الناجون ومعظمهم من الدواور المعزولة الذين ما يزالون تحت وقع الصدمة لم يخفوا مشاعر الامتناني تجاه وحدات التدخل المنتشرة على وجه الخصوص من قبل القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي ويجري العمل الذي يتم تنفيذه على الميدان من قبل مختلف المتدخلين وفق مقاربة تعتمد القربة بهاجس إنقاذ وتقديم المساعدة بشكل فعال ودون تأخير لأولئك الذين هم في أمس الحاجة لها ويعد نشر طائرات الاستطلاع بدون طيارة تابعة للقوات المسلحة الملكية في المناطق المتدررة مثالا واضحا في هذا الصدد شرع المستشفى العسكرية الميداني بجماعة أسني في تقديم خدماته لضحايا زلزال الحوز وأقيم المستشفى العسكرية الميداني في أسني على بعد بضعة كيلومترات جنوب مراكش حيث نشرت القوات المسلحة الملكية أول مستشفى ميداني متنقل في أقرب مكان ممكن من المناطق الأكثر تدررا من الزلزال ويتوفر المستشفى العسكرية الميداني على جميع التخصصات المطلوبة لإسعاف وعلاج المتدررين وتعمل أطقم تابعة للقوات المسلحة الملكية على تقديم استشاراتها الطبية